بعث معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن حمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين برقية تهنيات إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى بمناسبة فوز مملكة البحرين بالبطولة العربية التاسعة عشرة لألعاب القوى وقد أكد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن هذا الإنجاز الرياضي الكبير يؤكد على المكانة المتميزة التي باتت تحتلها رياضة ألعاب القوى البحرينية على الصعيد العربي والأسيوي والعالمي وأشهد معاليه بالجهود الكبيرة والدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لرياضة ألعاب القوى في البحرين متمنيا لسموه دوام التوفيق والازدهار وتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية